ست معادلات وخمس اختصارات. ضروري تعرفهم في الاكسل. السلام عليكم معاكم عمر محسن من قناة نولوجي. قبل ان تبدأ الفيديو انزل دحت بسكريبشن هتلاقي فيها فيديوهات. اكيد اكيد هتنفعك في الاكسل. شوفهم بالترتيب وان شاء الله هتدعيلي. نبدأ مع بعض اول حاجة في الاختصارات. اول بس سلم الشيط اول حاجة بتأكد منها ان انا ما عنديش اي خانات مخفية. يعني مسلا لو تلاحظوا هنا رقم عشرة مش موجودة وفيه حاجات تانية مش موجودة. فازاي تأكد ان فيه شيتات مش موجودة. اول خطوة انا بضغط على والعلامة دي. بلاحز ان هنا الدنيا شوية بشكلها بتختلف. وبيظهر لي بالخط ده ان هنا في خانة مخفية. دي الطريقة طبعا. ولو الطريقة التانية ان انت ممكن تضغط على واحدة واحدة. وتشوف وتعمله وفي نفس الوقت الشيتات نفس الموضوع. تشوف ايه اللي موجود وتعمله. طيب لو احنا عايزين نخفي الرو بنخفيها اززاي. بنروح نعلم عليها بالشكل ده ونضغط على كنترول تسعة. كده الرو بتتخفي. تارت حاجة معنا وهي لاضافة عمود جديد او رو جديد. عادة انا عشان اعلم على اي عمود بالشكل ده بضغط على اي حتة في الشيت في العمود وضغط كنترول سبيس او مصطرة بيعلم عليه. وبعد كده وانا ادائع نفس بضغط على زائد. بلاحظ ان هو بيديل. ونفس الموضوع لو انا عايز اعلم على الرو بضغط على شفت سبيس يعلم على الرو. وبعد كده اضغط على زائد. يزود او ناقص يناقص. واخر حاجة معنا او انا عايز اكبر او اصغر حجم الشيت. طبعا ممكن عن طريق الجزء اللي تحت او اختصارات الكيبورد الجميل اللي احنا بنحبها. زائد. بيكبر الشيت. ناقص بيصغر الشيت لاني واستخدمت كنترول بس. ونقص بيبتدي يشيل او يشيل رو وهكزا. دي اختصارات اللي في الفيديو. لو عايزين فيديو خاص بس بالاختصارات والاكسل اللي عندي على الضخمة جدا من اختصارات مكرش رح لكم في فيديو مستقر. نرجع معنا بعض ونشوف المعادلات بتاعت النهاردة. انا عامل هنا في الجنب زي متطلبات مطلوبة مني لانا عملها وحعملها باستخدام المعادلات المتاحة. اول طلب مطلوب مني هي الرحلات اللي بتبدأ بحرف الاس. لو واحد هنا في كود الرحلات في بعض الرحلات بتبدأ بحرف الاس. انا عايز اعرف الزبط كام رحلة من دول بتبدأ بحرف الاس. هتصرف ازاي? اكيد مش حاود اعملهم مانيوال. اول خطوة هعملها. وضيف لي زي عامود جديد كده عشان اشتغل على ديف. واخد كوبي من الاسم. وفيدي اعمل معادلة اللي اسمها ليفت. معادلة دي عبارة عن ايه? بعمل اللي ساوي. واكتب ليفت. وضغط على التاب عشان يكتب لي معادلة. ويقول لي ايه التكست اللي انت عايز تتكلم عنه. هو ده. واعمل كومة وبيقول لي كام عدد الكاركتر اللي انت عايز تاخد عليها الاكشن. انا عندي هنا كاركتر واحد اللي هو اول كاركتر بس لرقم واحد. عن طريق ان اكتب واحد. انا كده قلت له. اتأكد لي من اول حرف. طب فين التأكد بقى? نقفل الكووس وانا كده خاملت المعادلة. هعمل ان هي بيساوي. بيساوي ايه? بيساوي انا عايز حرف الاس. وطالما حكتب حرف يبقى احطه بين اتنين كووت. بس شكل ده. انا كده قلت له. هاتلي النص ده هاتلي اول حرف منه وتأكد ان هو حرف الاس. لو مش الاس هيكتب لي فالس. لو الاس هكتب لي true. نجرب كانوا اضغط انتر. الله احز ان هو اعمل لي فالس. دبل كليك هنا. هلاحز ان لو فيه بتزهلي بالشكل ده. اضرب بالسهولة طبعا اعمل فلتر. ده انا هنا واروح على الفلتر بالشكل ده. واضغط هنا واختار بس زهر لي الترو انتر. حلقي زهر لي كل الحاجات اللي فيها حرف الاس. تاني حاجة معنا وهنا عندي هنا الشركات. عندي فيها شوية مشاكل. فين مشاكل? راحت المشاكل. لو نلاحظ ان اللي كتب الحاجات دي ساب فيها مسافات زي ما انتم شايفين. انا اجد دفتها طبعا ماني وعشان اوريكم مثال. لما جيت روحت على الفلتر هنا بلاحز ان اسم الشركة بيتكرار مرتين لان هو المسافات بختلفة. طب ازاي تصرف في موضوع المسافات ده? الموضوع سهل وبسيط. هنضيف برضو خانة. كنترول زائد. يضيف خانة. ناخد نفس الاسم. نبتدي هيا نكتب المعدلة. المعدلة اسمها يساوي او اص اص او شوف او قص المسافات. واختار واضغط واقفل بالشكل ده هيظهر لي اسم الشركة. هيظهر لي كل اسماء الشركات. هنا عشان ناخد المساحة بتاعتها. طيب. عايز بقى انقلهم يكون مواجودين هنا ومن غير ما يكون فيهم معادلات. يفضل طبعا التكست بغير معادلات عشان ما يعملش مشاكل في المستقبل. هنعمل ايه? هنعلم كونترول سبيس وناخد كليك يمين وناخد كوبي. نروح هنا بقى مش هنعمل عادي. لا انا هعمل او القيم فقط. وديه طبعا مهمة جدا انت عرفها هتستدمها في حاجات كتير تانية مش لازم الحالة بتاعتنا دي. اضغط عليها كده. وكده لو نلاحظ هنا مفيش معادلة لكن هنا في معادلة ممكن بقى اشيلها عادي بالشكل ده. وبكده اكون اتخلصت من المسافات اللي عندي. تالت حاجة طالبها مني وان انا اتأكد من كود الرحلة مكتوب مصبوط. لو نلاحظ برضو ان بعض اكواد الرحلات عندي فيها مسافة زيادة. بس انا عندي في اكواد الرحلات مش ضروري ان هما يكونوا مش لازقين في بعض. مش زي الاسم. الاسم لازم يكون في الاسم الاول الاسم التاني. فعندي طريقة تانية ممكن اعمل بها الموضوع ده. هعلم برضو على كود الرحلة كله. واضغط على كونترول اتش. بسوط بجيب لي ان انا هبدل حاجة بحاجة تانية. انا هنا هبدل ايه? انا عايز ابدل بولا حاجة خالص. تمام? معلم على كله اللي انا معلم عليه ده وتأكد. واضغط على ونركز كده في ده. وده مثلا وده. نضغط. دعهم كلهم لازق في بعض في تلاتاشر قيمة اتغيرت. وانا كده اتأكد ان اكواد الرحلات بتاعتي مصبوطة. رابح حاجة مطلوب اني ننقسم الاسم الاول والتاني. عايز احط الاسم الاول والتاني فيه خانات منفصلة. هعمل موضوع ده ازاي. هستخدم حاجة اسمها تكستو كولوم. هلنجرب مع بعض كده ونشوف النتيجة. اقول الحاجة اروح على المساحة اللي عندي. واضيف قبلها اتنين كولوم علشان عواميد علشان احط فيها البنات اني عايزها. كنترول سبيس كنترول زائد زائد بيضيف خانتين. انا كده عملت اول خطوة. بعد كده اعلم على المسافرين كلهم اروح على داتا وي تكستو كولوم. هللاحظ ان هو هنا بيسألني بيقول انت عندك نوعين من تقسيم الداتا. هل انت عايز تقسم مسلا على عدد معين من الحروف بعد كده يفصل لك ويحط لك اللي بعده. عايز مسلا خمس حروف ستة حروف وبعد كده يحطهم لك في العمود. ولا انت عندك حاجة معيار معين انت محدد وبنان عليها عن قسم الحروف. يعني المعيار اللي عندي هنا مسلا في مسافة الاسم الاول واسم الثاني عمر محسن. لو انا عندي كومة عمر كومة محسن عمر شرطة محسن كل ده ممكن قسم على اساسه. ولو دايما بننزل ملفات لو بنشغل في التسويل الايكتروني بنزل ملفات دوت سي اس في وهنا بتلاقي دايما في كومة بين كل كلمة والتانية تقدر تقسمها برضو عن طريق الخاصية دي. طيب خير نرجع مع بعض. انا مختار ان انا عندي فيه حاجات معينة اقدر اقسم على اساسها. بعد كده اضغط على نيكس. هنلاحظ هنا ان انا بيقولي ان انا في ستيب تو من سري يعني هما تلات خطوات وانا في الخطوة التانية. وهنلاحظ في الجزء ده ان هنا بيقولي هل المساحة تفصل هي ايه نوحة بالزبط ممكن تبقى كومة ممكن تبقى سبيس او حاجة تانية. واللاحظ ان فيه خط اتعامل بين الاسم الاول والتاني. معنى الخط دايب انا ماشي مصبوط. نجرب نشير الاسبيس. هلاحظ ان هما لازقوا في بعض تاني. ونروح على الخطوة التالتة. ممتاز. الخطوة دي مهمة جدا ان احنا نركز فيها. ولانها بتحدد تفاصيل كتير. اول حاجة هنا بيقولي نوع المحتوى المكتوب ده ايه? لو نراحظ ان فيه حتة صغيرة كده مكتوب فيها الجنرل. والنحية التانية جنرل. ممتاز جدا. انا ممكن اخلي ده ان هو تكست. بعرف الاكسل ان هو تكست. وممكن حالة تانية يكون انا عندي مسلا تواريخ. فممكن احدد ان هو ديت. هلاحظ ان هو اتعامل ديت. ولكن نوع ديت. منص داي يير. ده اللي هو طريقة كتابة التاريخ. لو انت عايز تبصل بين تواريخ مسلا. وانا في الحالة تبعا انا مش محتاجة. نخليها بس تكست وتانية تكست. هنا انا عايز بعض الخانات. ما تظهرش. ان عندي فيه هنا تلات اسماء. فهنزل كده. وهلاحظ ان فيه عندي حاجات فيها اربع اسماء. انا مش عايزهم ازهروا. فحعلم عليهم. واضغط على الشفت. عشان اعلم على التاني. واقول له دو ناط امبورت الكولوم ده. يعني. لما اضغط هنا اللاحظ ان هنا بيتغير. لو ضغط كده. هلاحظ ميقولي. والاتنين دول ممكن اعلم دي على دي كمان. قلونا دي تكست. فبقول له ان ده وده تكست والاتنين دول ما تنزلهمش. هنا هيسألني بيقول لي فين عايز تنزل فيه. فبحدد كده على الزر الجميل ده. واختار واشيال دي على ايمين. واختار الدي. ويبقى انا عايز انزل هنا ونزل هنا. تمام? نقفل دي كده. بقى انا كده حددت كل حاجة واضغط على. بيقول لي ان ممكن في بعض البيانات تنزل في اماكن فيها كتابة سابقة. يمكن انا كنت كتب حاجة او. لكن انا كده ماشي تمام. اضغط اوكي. هلاحظ بشكل ممتاز جدا الاسم الاول انفصل عن الاسم الثاني. ممكن كمان لو انا عايز الاسم الثالث والرابع اعمل خانات زيها. هنا نكتب طبعا الاسم. وبكده انا فصلت الاسمين عن بعض. طيب. رقم خمسة هو طالب مني ايه? قال لي هنا انا عايزك تدمج الاسم مع المدينة. يعني عايز الاسم مسلا ده مع المدينة. هتميجه ازاي? هنا نجرب كده انا نضيف خانة جديدة. ونشوف الطريقة اللي احنا بنستخدمها. نعمل الاساوي. واول حاجة نختار الاسم. وهنستخدم معادلة اند او الاضافة اللي هي العلامة بتاعت شفت سبعة. بيعمل اند. انت عايزت دي في الاسم وبعض المدينة على طول ولا ايه رأيك نحط مسلا جنبه شرطة ولا حاجة. تعا نجرب نحط مسلا ايه? نفتح العلامة بتاعتنا بتاعت الكود. طرمع نحط حاجة. ونحط جنبها مسلا شرطة ونحط مسلا اند المدينة. يبقى انا كده نحط عمر محسن شرطة اسكندرية. هللاحظ ان هي بالشكل ده ممكن وتعمل باقي كله. وممكن كمان بدلا من نعمل دي ممكن نقول من كيبقى انا كده هكتب عمر محسن من اسكندرية. زي ما نشايفين كده بالشكل ده اللي هو احنا حبي. اخر حاجة معنا وهي ودي طريقة اللي بيعرف فيها بالزبط نمط للحاجة اللي انت بتعملها. خلنا نجرب مع بعض ونشوف اللي احنا عايزينه. انا هنا مسلا عايز اجيب لك الاسم الاخير من كل اسم من ده. انا مسلا عايز عطيه يظهر وعايز محسن يظهر وهكذا. طبعا عشان ما شاتتش الاكسل اول حاجة انا هحزف ذول عشان ما ياخدهمش في عيني الاعتبار. وهنضيف خانة جديدة. منيوال بالشكل ده. ونحط فيها مسلا الاسم الاخير. ونكتب مسلا ايه محسن محمد احمد الخياط. انا كده اديت له زي كده ايه النمط اللي هتمش بيه علشان تجيب لي بقية الحاجات اوتوماتيك. والمفترض ان هنا ينسهل لنا زي علامة فلاش. بس هي ما ظهرتش. فاحنا في الحالة دي المفروض حنعملها من خلال الخيانة بتاع الداتا. وفلاش في الهيه دي. او نضغط على كنترول اي. طالما هو خد وقت كبير كده ففي الغالب هو اطلق بط وباش عارف ياخد بيانات فينين. لانه نواحز هو اخد بيانات من كود الرحلة ودخلها هنا والدنيا بغضت. طيب ايه الحل? الحل هنا ان احنا ممكن نفصل الموضوع ده عن بعضه. يعني هارجع كنترول زد. واخد كوبل لاتنين دول وحط شيط جديد كده. ونحطهم هنا ونشوف النتيجة. ونضغط برضو كنترول ايه. هلاحظ ان هو على طول جاب لي كل الاخر اسم حتى لو اسم مكاوم من اربع حروف. طبعا هو هنا بيسألني هل المعلومات اللي تلاقي دي مظبوطة ولا نشيلها ولا اعلم لك على كل اللي انا اديتهولك. طبعا فلاش فيلم مش بوارد بس بالسلم في الموضوع البسيط اللي انا حديته ده ليها استخدامات كتير. ولو عندكم رغبة تعرفوا بتستخدم في ايه خلينا اقول لكم كده سريعا. ممكن مسلا حاجة زي دية والكونتري والزيب كود وانت كتبتهم عايزهم بالشكل ده يبقى بينهم فاصلة. فتكتب اول واحدة وتلاقي اوتوماتيك هو بيجيب لك الباقي فتدمج الخنات مع وضع فاصلة. اول انت ممكن تستخرج كود مسلا مدينة زي مسلا بالشكل ده. كتب اول كود وهو جاب له الباقي. وهنا ممكن برضو انه يزلي الفراغات اللي احنا تعلمناها برضو في الدروس اللي فاتت مدريد اتكتب الزمن شايفين كده بالشكل ده. وفي نفس الوقت ممكن نعمل شوية حاجات مسلا زي انا عندي اسماء الناس عايزة تبقى وحط بعديها كومة. ويهي برضو من ضمن الحاجات الجميلة انه ممكن ان انا بنسى الارقام بالشكل ده وعايز بينها يكون في شرطة فاكتب واحدة في التانية كميل الباقي. او عايز اخر ارقام ما تبقى الزهرة نفس الموضوع. او نعمل معادلات معقدة زي ديت مسلا واستخب وبسطها بدل مكتب المعادلات دي انه هكتب الاسم الاول والتاني فعشان نعمل موضوع ده هتطر ان نكتب المعادلة دي ولكن باستخدام بتقدر ان انت بالشكل ده تكتب اه اول واحدة بس هو بيكمل الباقي دي كانت الاخسارات والمعادلات بتاعت النهاردة اتمنى ان شاء الله ان هيكون عجبتكم وخفيفة ولزيزة ولو في عندكم اي معادلات او حاجة ممكن تفيد غيركم اكتبوها لي في التعليقات تحت وتنسوش تقولولي اي رأيكم في الفيديو والمعادلات ولل عندكم اي مشكلة مواجهاتكم روحوا على مجتمع انولوجي وان شاء الله شباب هيساعدوكم. شوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.